المترجم للقناة اليوم عن تعليم جبريل عليه السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا في الحلقات السابقة تحدثنا عن فقه العبادات وأكدنا بأن كل العبادات كان المعلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل هو الذي علمه كيف يتوضأ وعلمه كيف يصلي وعلمه كيف يغتسل وعلمه كيف يحج ويعتبر وإن شاء الله تعالى سوف نستمر في فقه العبادات نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكيف كان يتعبد ربه كل هذه الأحاديث الدبوية الشريفة المرتبطة بفقه العبادات الذي علمها لرسول الله هو سيدنا جبريل هو الأستاذ الأول ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن جبريل وسماه بالروح الأمين فقال جل جلاله نزل به الروح الأمين لأن الله تعالى أمده على الوحي فكذا لا يزيد فيه وينقص ووصفه قائلا ذي قوة عند العرش مكين ذي قوة عند العرش مكين أي أن سيد جبريل كان بمقدرة قوية لأداء ما كلف به فهو أقوى الملائكة على الإطلاق بل قال فيه علمه شديد القوى بمعنى أن جبريل كان قويا على إصال الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع الشياطين أن يختلسوا منه أو يدخلوا فيه ما ليس منه كل هذا بما بحفظ الوحي وتبليغه للبشرية وسيد النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاقة وطيدة بجبريل أستاذه ومعلمه وقدوته فكان كل ما بلغن به من الوحي ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله بالإضافة إلى القرآن العظيم كله حتى الصلاة وحتى الصيام وحتى الحج وحتى الوضوء وكل العبادات إنما كان يعلمها جبريل يفعل والنبي من خلفه يقلل ونحن نتبع سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيك مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمتلني الملك رجلا فيكلمني فأعيما يقول فكان الوحي لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يسمع أصوات أصوات وهواتف قوية من السماء ومرة يأتي له جبريل في صفة رجل ويكلمه أول لقاء كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل كان في غار حراء عند بداية نزول الوحي جاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثلاث مرات ثم قال له في الختام اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان فكانت العلاقة مثل الأستاذ والمعلم مع الطالب أو التلمين فكان سوف يعلمه اقرأ اقرأ يا محمد رغم أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب اقرأ باسم ربك وتأمل في ملكوته خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم سيكرمك الله تعالى إذا تعلمت القراءة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أعطاه آدات التعليم وهي أن القلم يقال بأن العلم صيد والكتابة قيد علم الإنسان ما لم يعلم هكذا صرت العلاقة بين الأستاذ والتلمين بين جبريل وسيد محمد عليه السلام ولما رأاه على صورته رأاه له ستمائة جناح لما سئل قال رأيته عند صدرة منتهى وله ستمائة جناح جناح واحد منها يسد الأفق ينتشر من ريشه تهاوين الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا الله بمعنى أن هذا الملك عظيم الشأن وكل مرة كان سيد النبي يجده في صفة ولعل رأاه مرتين على صورة الحقيقية ورأاه مرات متعددة في صورته البشرية كان يأتي غانبا في صورة الصحابي الجليل دحيا الكلبي وهذا الصحابي كان يدرم به البثل في حسن الصورة كان يلقم بيوسف هذه الأمة لجماله وكلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر له جبريل برة على صورة أعرابي من الجفات تخطى كل الناس ووصل عند رسول الله حتى استغرم منه الصحابة في الحديث المشهور الذي قال له عن الإيمان والإسلام والإحسان وأشرط الساعة قال سيدنا عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياضي شديد سواد الشعري لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان ثم قال أخبرني عن الإحسان ثم قال أخبرني عن أشرط الساعة السينة طويلة جدا والناس متعجبون كيف هذا الحوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العربي الغريب فلما ول قال قال سيد النبي إنه جبريل جاءكم أو أتاكم ليعلمكم دينكم فكاد سيد جبريل هو المعلم الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد النبي أمي لم يقرأ ولم يكتب لم يدرس في مدرسة ولا في معهد ولم يتخرج من جامعة لم يعلمه بشر وإنما علمه شديد القوى علمه الروح الأمين جبريل عليه السلام كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن أي شيء عن أي شيء وولا يدري كان يتوجه بالسؤال لجبريل عليه السلام أي مسألة في الدين في الأخبار في الغيب إذا سئل عنها النبي الكريم وهو لا يدري يتصل بجبريل ويقول أريد منك الجواب فإذا كذا جبريل يعلم الجواب علمه مباشرة وإذا كان جبريل نفسه يجهد الجواب كان جبريل عليه السلام يتصل بربه علام الغيوب ويطلب منه المساعدة مثلا من الأحاديث الورد في هذا المجال أن عن ابن عمر رضي الله عنه مقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي البقاع خير أي البقاع خير قال لست أدري فقال وأي البقاع شر قال أيضا لست أدري فقال الرجل إذن اسأل ربك فلما نزل جبريل عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم يا جبريل إني سئلت سئلت عند أي البقاع خير وأي البقاع شر فقال جبريل وأنا أيضا لست أدري حتى أسأل ربي فانتفض جبريل انتفاضة كان أن يصعق منها سيد محمد وصعد إلى ربه وأخذ الخبر في رمشة عين فجاء بالخبر وقال جبريل يا محمد خير البقاع المساجد خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق شر البقاع الأسواق لأن في المساجد الناس يطلقون الدنيا ويأتون خاشعين لله رب العالمين للصلاة والسجود والذكر والاستغفار أما الأسواق فالناس يأتون إليها متلهفين كل منهم يريد أن يربح وكل منه يريد أن يجدي فقال خير بقاع المساجد وشر بقاع الأسواق علاقة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة وطيدة جدا حتى إن النبي الكريم كان إذا أصابه مرض أو إذا أصابته شدة أو كرب كان جبريل يتدخل بل كان يرقيه لطالما رقى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان إن اشتك الرسول صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل فقال يا محمد أشتكيت فيقول نعم قال تعالى أرقيك فيقول جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسين الله يشفيك بسم الله أرقيك هذه الرقية أول من استعملها هو جبريل استعملها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم صار النبي الكريم يرقي بها غيره بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسين الله يشفيك بسم الله أرقيك ودور الأكبر لجبريل عليه السلام هو تنزيل القرآن تنزيل القرآن على قلب النبي الكريم وتثبيت قلبه على الأحكام فكان كل يوم تقريبا ينزل عليه بخمس آيات كل يوم خمس آيات كل يوم خمس آيات جبريل هو الأستاذ المعلم وسيد النبي هو التلميذ الطالب فكان القرآن الكريم ينزل على النبي الكريم غدا طريا ويشرح له جبريل معانيه يفسر له معانيه وكان يعارضه القرآن كل رمضان كل رمضان كان يعيد عليه عرض القرآن حتى إذا كانت السنة الأخيرة من رمضان من عمره عرض عليه القرآن مرتين كان سيد النبي يتلقى القرآن من جبريل بما يسمى بطريقة العرض والسماع العرض والسماع جبريل يعرض والنبي الكريم يستمع حتى إذا ما حافظ النبي الكريم سيد النبي هو يعرض وجبريل يستمع هذا ما تسمى عند حافظة القرآن وفي الكتاتيب القرآنية تسمى بطريقة العرض والسماع فكان جبريل خير معلم للرسول صلى الله عليه وسلم وكان سيد النبي إذا أراد الصلاة خصوصا قيام الليل كان دوما يستعين بالله وإذا أشكل عليه أمر كان يستشير جبريل وكان في دعائه في الإفتتاح لصلاة الليل لما يقوم بين يدي رب العالمين والناس دياب كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيم والشغانة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلة المستقيم كان سيد النبي يفتتح الصلاة بهذه الأذكار تسمى بالإفتتاح ويخصص هؤلاء الملائكة الثلاثة جبريل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل لماذا؟ لأن لهم منزل وشرف عظيم عند الله تعالى فكان جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ونحن إن شاء الله تعالى سوف نريد أن نصحح علاقتنا بالعبادات فقه العبادات كيف كان النبي الكريم يصلي كيف كان يصوم كيف كان يحج سوف نتعلمها ونحن نستحضر التدخل جبريل عليه السلام في التعليم مثلا حينما افترض الله الصلاة على المسلمين وفرضها على رسول الله سيد النبي كيف يصلي؟ لا يدري جاءه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عيد ثم بعده بدأ سيدنا الرسول يتوضأ كما رأى جبريل يتوضأ ثم قام جبريل فصلى به وصلى النبي الكريم بصلاته ثم انصرف جبريل وقال يا محمد هكذا الوضوء وهكذا الصلاة هكذا الوضوء وهكذا الصلاة اول مرة صلى به ركعتين ومع ذلك جاء جبريل كل مرة يعلم سيدنا النبي احكام الصلاة يقول في الحديث نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه كان سيد النبي يحسب بأصابعه خمس صلاوات في اليوم والليلة خمس صلاوات في اليوم والليلة هكذا كان يعلم جبريل فعين له الوقت لأن الصلاة لها وقت إن الصلاة كانت على الوقت الوقت الذي نصليه حقيقة أمره هو من عند الله فربنا هو الذي اختار هذا الوقت في الحديث لما افتتست على الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه الجبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس ثم صلى به العصر حين كان ظله مثلهم ثم صلى به المغرب حين غامت الشمس ثم صلى به العشاء الأخير حين ذهب الشفق ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ثم جاءه في اليوم التالي اليوم التالي جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه ثم صلى به المغرب حين غامت الشمس لوقتها بالأمس ثم صلى به العشاء الأخير حين ذهب ثلث الليل الأول ثم صلى به الصبح مسفرا غير مشرق ثم قال يا محمد الصلاة فيما بين صلاتك اليوم وصلاتك بالأمس هذا الحديث يبين أن سيدنا جبريل أراد أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة فجاءه في يومين متتاليين في اليوم الأول صلى به في أول وقت الصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعيشة أول وقت وفي اليوم التالي صلى فيه في آخر الوقت ليعلمه وينبئه بأن الصلاة هي بين الوقت بين هذين الوقتين يلي أن هناك وقت موسع ووقت مضيق حتى لا يضيق على الأمة هناك من يصلي في أول الوقت وهناك من يصلي في وسط الوقت وهناك من يصلي في آخر الوقت قد يكون عند الناس أشغال ومشاغل وضرورات فلا يستطيع أن يصل في أول الوقت قد يصل في آخر الوقت كله جائز لا يخرج عن الوقت المشروع طبعا الوقت الأول هو الأفضل لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات وكان جبرين عليه السلام دائما إذا سأل النبي الكريم عن شيء علمه حتى إنه مرة سيد النبي كان يصلي بالناس فسهى في الصلاة بينما هو يصلي صلت ظهر ركعتين وسلم فخرج سرعان الناس فقام رجل يسمد اليدين وقال يا رسول الله هل قاصرت الصلاة أم نسيت قال لم تقصر الصلاة ولم أنسى قال إذا نسيت فقال الصحابة يا سل الله لقد صلت فقط ركعتين في الظهر وهي أربع ركعت فعلم أنه سهى فجاء جبريل عليه السلام وقال يا محمد إن الله تعالى هو الذي جعلك تسهى في صلاتك ليشرع لأمتك سجود السهو فقال محمد يا جبريل وكيف هو سجود السهو قال سأصلي بك وأنت صلي بالناس فأما جبريل رسول الله وأما رسول الله بالناس وعلمهم سزود السهو أنه يسلي الصلاة ثم يختمها بسجدتين أوينتين في هماء الاستغفار ثم يسلم وعلمه معظم العبادات أي عبادة كان سيد النبي يسأل ورسول الله يتبع جبريل مثلا في المناسك مناسك الحج قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لأن الله تعالى قال له وأذن في الناس من الحج ولم يعلم كيف سيحج فجاء جبريل بدأ يعلم سيد النبي كيف يلبس الإحرام كيف يرفع صوته بالتلبية كيف يستقبل الكعبة المشرفة كيف يستلم الحجر الأسود كيف يطوف وهو مضطبع بالرمل ويسير عكس عقارب الساعة ثم كيف يسعى بين الصفة والمروى وكيف يقف بين جبال العرفة وكيف يرمي الجبرات كل هذه المناسك المتعلقة بالحج إنما علمها جبريل عليه السلام فكان سيد محمد يقول خذوا عني مناسككم هو يسير جبريل أمامه والناس من خلفه فسيد جبريل كان نعم الأستاذ والمعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكسف فقط ببيان الأحكام الشرعية بل كان جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان كان يعلمه مقام الإحسان الخضوع والخشوع لله رب العالمين لأن المسألة ليست فقط عبادات شكلية وإنما ينبغي أن تكون مرتبطة بالقلب والنية هذا مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كان كل ما وقع لسيد النبي حرج أو وقعت له شدائن أو كروب كان يهدئ من روعه وكان يعلمه أن لا يتعلق بالدنيا وكان يعلمه أن تكون همته عالية وأن ينظر إلى الآخرة وكان يوصيه وصايا كثيرا كان جبريل في متمة المعلم والأستاذ والأب الروحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة ذو مرة هكذا وصفه الله تعالى بالروح الأمين بذلك مثلا جاء في الحديث الوصايا الخمس التي علمها جبريل لسيد النبي خمس وصايا نزل بها ملك كريم من فوق سمع سماوات من رب كريم على نبي كريم نزل بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وإحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزء به وعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل وعزه استغنائه عن الناس هذه وصايا من الوصايا المهمة التي كان يعلمها جبريل لسيد النبي يعلمه حلاوة الإيمان والخضوع والخشوع لله رب العالمين وعدم التعلق بالدنيا يا محمد عش ما شئت فإنك ميت فكان سيد النبي دائما يقول اذكروا هذه من لدات اذكروا هذه من لدات إذا اشجدت عليه الدنيا بمشاكلها وهمها فيقول سوف تنقضي كل هذه المشاكل وهذه الهموم حينما نرحل من دار الفناء إلى دار البقاء كان دائما يستحضر بأن هناك الموت لا مد أن يكون مستعدا له عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه أي حب أحببته عندك نساء عندك متاء عندك سلطة عندك أموال عندك شهرة أي حاجة حممتها فإنه سيأتي يوم سوف تفارقها ليس هناك دوام لا مد أن يقع الفراق لا مد ثم قال واعمل ما شئت فإنك مجزأ به أي عمل قمت به خيرا أو شرا لا مد أن تجازب العمل فلتحرص على أن تعمل خير لتجزى به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل من أراد أن يحوز الشرف فعليه أن يقوم بالليل من أراد أن يعطي الله الجلال من أراد أن يعطي الله القيمة من أراد أن يعطي الله تعالى الفضل ماذا عليه أن يفعل يقيم الليل ولو ركعتين بالليل يعطيك الله العزة واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل وعزه استغنائه عن الناس إياك أن تتسول من عند الناس الناس المساعدة اطلبها من رب الناس ورب الناس فيجعل لك سببا هكذا كانت العلاقة التي جمعت بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وهو من البشر جمعته بسيدنا جبريل الملك عليه السلام كل هذا ربنا أراد أن يبين لنا عن العلاقة الوطيدة بين السماء والأرض فالكون كله بسمائه وأرضه بملائكته وإنسه وجنه بمخلوقاته كلها في تداغم شامل وكلما سمى الإنسان بروحه وزكى نفسه بالطاعات إلا واقترب أكثر من مصاف الملائكة المطيعة لربها هكذا أيها الأحباب الكرام كان سيدنا جبريل يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن إن شاء الله تعالى في الحلقات المقبلة سوف نتعلم فقها العبادات كيف نصل لله تعالى واحدة واحدة ونستحضر كيف كان يعلم جبريل سيد النبي نصلي كما نفعل العبادات كما يفعلها كأنك تراها لأي العين لكي نصحح من عباداتنا فنحن مقبلون إن شاء الله بعد رجب ثم شعبان على رمضان وعلينا أن نجدد الإيمان في صدورنا ونصحح الأحكام الشرعية في عباداتنا وأيضا نزكي أنفسنا ونخضع لله تعالى ولن نتعلق بالدنيا ونجعل الآخرة أكبر همنا حتى نجد الكرمات من عند الله والفتوحات من عند الرحمن والخيرات تعمنا أجمعين فضلا من الله وإكرمه اشتركوا في القناة